السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم ارحم من فارقوا ديارنا وأصبحت القبور دارهم اللهم اجعل عن يمينهم نورا حتى تبعثهم آمنين مطمئنين في نور من نورك اللهم انظر إليهم نظرة الرضا اللهم أسكنهم فسيح جنانك واغفر لهم يا رحمن وارحمهم يا رحيم وتجاوز عما تعلم يا عليم اللهم اعفو عنهم اللهم إنهم جاءوا ببابك وأناخوا بجانبك فجد عليهم بعفوك وإكرامك وجود إحسانك اليوم توقعاتنا لا يوم الخميس ست نيسان اليوم اكتمال القمر بدر وبرضو اليوم في عنا ثلاث زوايا كبيرة الزوايا اللي هي زوايا البطيئة بين الكواكب الكبيرة ثلاث زوايا إيجابية رح تتشكل رغم إنه في زاويتين مع القمر اللي هي زاويتين يعني ما بين القمر وما بين الشمس وما بين القمر وما بين المشتري هدولة سلبيات إلا إنه في بلبلي يعني بالجو هيك إجمالا في بلبلي خلينا نشوف القمر اليوم موجود في برج الميزان وطبعا اليوم في خلوم مسار لأنه القمر في ساعات صباح يوم الجمعة بده ينتقل لبرج العقرب يعني عنا خلوم مسار طويل القمر الآن موجود في منزلة الغفر موعد بث الحلقة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة اللي هي للكنوز والظفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي رح يظل موجود فيها لغاية الساعة 9 و24 دقيقة من مساء اليوم لأربعاء لا ينتقل بعدها لمنزلة الزبانية وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل ورح يظل فيها لغاية الساعة 9 و32 دقيقة من مساء اليوم الخميس لا ينتقل بعدها لمنزلة الإكليل وهي منزل إلى الربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد زي ما حكينا القمر موجود في برج الميزان معناته بالظل الأمور من الآن ولغاية ساعة المساء برضو فترة عاطفية لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية لها بعض التوتر منكون اجتماعيا أكثر من ميلة الاسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد وتعتبر هاي الفترة فترة مننجح فيها في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا أيضا إقامة حفلة أو إعادة تزيين البيت أو المكتب أو اقتناء حاجية جميلة بالنسبة للزوايا طبعا في عنا مجموعة زوايا زي ما ذكرنا طبعا في زاويتين ما زال قائمات زاوية سلبية انتهت يعني كل الزوايا الموجودة البطيئة حاليا هي زوايا إيجابية خلينا نشوف أول زاوية هي زاوية التسديس إيجابية بين عطارد وبين المريخ اللي سبحان الله كان يعني كيف يعني ركبت الموطوع ولكنه هيك إجهت بشكل مفاجئ عشان تقلب الأحداث فهاي زاوية تسديس إيجابية بين عطارد وبين المريخ وهاي تأثيراتها من اليوم اللي هو ستة أربعة ولغاية يوم 11 أربعة ذروتها يوم ثمانية أربعة في تمام الساعة ستة وثمانية وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج وهاي الزاوية بتخلي في عنا شعور عام بالوئام بتسهل علينا اتفاهم مع الآخرين وتعزيز العلاقات مع أحبائنا وبتدل على اهتمام وسائل الإعلام والصحف والجرائد بسياسة البلد وخصوصا العسكرية وتطوير مستوى الجيش وتحسين أوضاع العسكر ورجال الأمن وممكن تشهد هاي الفترة تزايد في تنقلات الجيش من مكان لآخر في نفس البلاد وبرضو بتركز الصحافة على قطاع الصناعة برضو بتحسن الأوضاع اللي إلها علاقة بالعمال والقطاع الصحي في البلاد واهتمام أكثر بميادين الرياضة وتنظيم الألعاب والمباريات والمواسم الرياضية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية وهاي بين الشمس وبين المشتري وتأثيراتها من اليوم ستة أربعة ولغاية يوم سبعتاش أربعة ذرويتها يوم احداش أربعة في تمام الساعة عشرة وست دقائق مساء بتوقيت جرينيش هاي الزاوية إجمالاً بتدفع بحضوضنا بصورة عامة بتقوي إرادتنا بتمنحنا ثقة بالنفس بتعطينا التسامح من ميل لحسن التصرف برضو هايضاً الاتصال بجلب الحض والنجاح إمكاني أنه يكون لنا دور اجتماعي مهم ممكن نحقق من خلال هاي الزاوية تقدم في حياتنا المهنية والمادية وبتربطنا علاقات مهمة ونافعة أيضاً أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين الزهرة وبين نبتون وهاي من الساعة ستة يعني من اليوم ستة أربعة ولغاية يوم تسعة أربعة ذرويتها يوم سبعة أربعة طبعاً هاي الزاوية ذرويتها يوم سبعة أربعة ساعة خمسة وسبعة وخمسين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيش هاي الزاوية بتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول بتجذب الآخرين لإلنا وبتجذب إلنا السعادة والعاطفة وبرضو اللي هو النشاط العاطفي برضو القدرات الفنية الكبيرة بتسمح لنا بتحقيق مشاريع مهمة بتدل على تحسين أوضاع العاملين بمجال الصيد البحري صناعات الطبية الصيدلة الاكتشافات اللي لها علاقة بالمجال الطبي وتكرير النفط والميدان الفني وخصوصاً الفن السابع وبرضو بتعرف الموسيقى وخصوصاً الروحية والإنتاج الفني اللي يعني بيركز على الأمور العقائد والأديان والروحانيات والعلوم النفسية نجاح كبير في هاي الفترة فعشان هيك الفترة هاي حتى للعبادات والدعاء والتضرع برضو فترة قوية جداً طاقياً أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين زحل وهاي زي ما حكينا بدأت تأثيراتها من يوم 4-4 مستمرة لغاية يوم 7-4 بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور مناسبة للعمل الفكري والمقاومة الجسدية بنتصرف بحكمة بنثابر في أعمالنا ومشاريعنا وهذا الوقت مناسب لتنفيذ أعمال فكرية بتتطلب التركيز أو لإنجاز مضاربات عقارية وبتدل على تركيز الصحافة ووسائل الإعلام على المواضيع التاريخية والتراثية والنزعة المحافظة للبلاد وبرضو بتزيد من مردودية القطاع الفلاحي وتطوير الصناعات الثقيلة والتعدين والمناجم ومؤسسات الدولة والتجارة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين المريخ وبين زحل وهي اليوم آخر يوم لإلها وهي زاوية برضو بتمنحنا وضوح كبير في أمورنا وبتسمح لنا بالتغلب على العقبات وتجاوزها في أعمالنا ومشاريعنا وبتدل على نشاط ومردودية أكبر في الصناعات الثقيلة ومؤسسات الدولة وازدياد المنتوج الفلاحي واستخراج المعادن واستقرار في البورصة وأيضا بتشهد البلاد استقرار أمني أكبر بفضل نشاط الأمن الوطني أما بالنسبة للزاوية اللي مع القمر فطبعا أول زاوية هي زاوية التقابل السلبية اللي بين القمر وبين الشمس وهي يعني اكتمال القمر بدر اكتماله رح يكون الساعة أربعة وأربعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش اللي هي زاوية الاقتران وهي الزاوية بتخلق لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين ممكن تجعلنا عنا شوية قلق متشائمين متقلبين بتزيد من الصعوبات مع الجنس الآخر وبتدل على استياء الجماهير والرأي العام من الحكومة أو ظهور خلافات عرقية أو دينية أو فيما يخص قضايا اللي إلها علاقة بالمرأة لأنه هنا القمر في الموضوع والمجتمع وبرضو بتعمل تقلب أسعار بعض المنتجات والصناعات وخصوصا الغذائية منها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية أيضا رح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون دروتها ساعة 12 و42 دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش يجب توخي الحذر ممن يحاول واستغلال طيبتنا وكرمنا طيلة اليوم طبعا إن الزاويتين بأثروا طيلة اليوم وهاي زاوية تحديدا حاولوا يعني تنتبهوا من الناس اللي بيستعطفوكو هم ما بيستحقو طبعا ممكن تخليك تشوف مشاريع أو مشاريعك بحجم أكبر من حقيقتها تتوهى منها ناجحة وهي مش ناجحة أهم إشي إنك ما تثق في وعود غير واضحة أو تقبل باقتراحات غير منطقية بدك تكون متيقذ من نفقاتك تتجنب الإفراط في الأكل اللي ممكن يسبب لك عسر هضم أو تخمي برضو بتدل هاي زاوية على استياء الرأي العام من تراجع وضعيتهم المادية نتيجة تراجع مداخل الدولة أو ترقاها قر في مداخل المؤسسات المالية والبنكية أو زيادة في أسعار بعض المواد خصوصا للغذائية منها أو نتيجة سن بعض القوانين الجديدة المتعلقة برضو بمدونة المرأة أو تشغيل الأطفال بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار زي ما حكينا فترة طويلة فعشان هيك بدكوا تنتبهوا خلو المسار رح يبدأ ساعة 12 و 42 دقيقة بعد الظهر اللي هو بعد ظهر يوم الخميس بتوقيت جرينيتش ورح يستمر خلو المسار لغاية الساعة 6 و 29 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش من صباح يوم الجمعة يعني مدة طويلة وبعدها القمر بدو ينتقل ويستقر في برج العقرب هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عندنا الكلا والحالب والمثانة البولية الأوردة الجلد كعضول اللمس البنكرياس الأنسولين أسفل الظهر والزائد الدودية وزي ما حكينا شرب الماء في هاي الأيام ضروري جدا هذا اليوم لا يصلح بإجراء العمليات الجراحية إلا إذا كانت اضطرارية واللي بيأخذه مميعات دم بدهم ينبهوا الأطبة لهذا الموضوع قبل إجراء العمليات طبعا هذا اليوم مناسب إلى الأمور اللي إلها علاقة بالتجميل ولكن رغم أني أنا ما بنصح فيها لأن الجلد زي ما حكينا أكثر حساسية والزوايا بتشجع العمليات التجميل ولكن الجلد بحساسية وفي عنا خلو مسار واكتمال قمر فما بنصح فيها خلال هذا اليوم أجلها ليوم الغد بيكون أفضل أولا لبعده أولا لبعده المهم أنه عندنا الأسبوع القادم في فترات مناسبة لعمليات التجميل أفضل من هذا اليوم هذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والحنة ولكن الصبغ والقص علاجي ما بنصح فيه بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المكتمل عمره 16 يوم في تمام ساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش بصير عمره 17 يوم نسبة الإضاءة بتصير 100% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم 24 سعيد بنسبة 30% القمر في الميزان حتى يوم 7-4 منتحس بنسبة 15% عطارد في الثور حتى يوم 21-4 سعيد بنسبة 45% الزهرة في الثور حتى يوم 11-4 سعيد بنسبة 25% المريخ في السرطان حتى يوم 21-5 سعيد بنسبة 43% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 سعيد بنسبة 15% وزحل في الحوت حتى يوم 17-6 سعيد بنسبة 15% ونصف الثور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو حتى يوم 34 سعيد بنسبة 15% لا تنسوا تحت اللي بدهم المعروف هذا اللي أنا بحكيه كل يوم أبعا الأشياء هاي الكبسات اللي تحت يعني إذا حابين تكبسوا عليهم يعني كبسوا ما فيش وراك ويش يعني وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم تماما وبهذه الحالة هو بعزز الأمور اللي إلها علاقة بالشراكة ولكن القمر لأنه مكتمل اليوم فهو ما بشير لا لتفاهم ولا لهدوء ولا لهد الاعتماد على الزوايا الأخرى اللي ممكن تعطيك شوية حضوض عاطفية أو حضوض في بعض المجالات ولكن بظل الجو في نوع من أنواع التقلب في حدية في عصبية ورغم إنها جيد الفترة للمصالحات ممكن اليوم تتعقد بعض الأمور أو تطرق بعض البلبلة فعشان هيك بدك تعالج الالتباسات وسوى التفاهم بموضوعية وحاضروا من الأمور اللي إلها علاقة بالمشاكل عشان ما يصير قطيعة وما يصير دعاوة قانونية عشان هيك يعني حافظ على أعصابك أول شيء واستغل الإيجابيات اللي ذكرناها في الزوايا الكبيرة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم رح يكون في ضغط في أعمال كثيرة في مسؤولية في توتر في قلق شوي هيك العمل عندك مربك ممكن أكثر من عمل بنفس الوقت مطلوب منك وهذا الشيء رح يسبب لك نوع من أنواع الإرباك اللي ممكن تعمل وقت إضافي أكثر فعشان هيك حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية وبرضه ما تعصب وما تتوتر وما تعمل مشاكل مع زملائك ممكن اليوم هيك يعني شوي تراجع الطبيب تشعر ببعض التوععكات الصحية أو القلق الصحي أو عندك بعض الفحصات أهم شيء أنك لا تهمل عملك ولا تهمل صحتك برج الجوزاء بالنسبة لما وليد برج الجوزاء طبعا اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وعندكم قدرة عالية جدا على تعزيز العلاقة معهم والتقرب منهم إلا أنه في بعض الأوقات ممكن انتقاد حساسية هيك غيرة شك شغلة زي هيك تولع الدنيا فبتكون تنتبهوا من هذا الأمر بتفيد كل الاتصالات واللقاءات حاولوا أنك تلطفوا الأجواء تحاولوا أنك تتعيدوا العلاقات لطبيعتها الأجواء جيدة بتدعمكم بالحضوض بشكل قوي جدا بتنتصروا على كل الاعتبارات ممكن تحلوا مسائل عالقة أو كانت مستحيلة في بعض كورة حيتعامل أو يهتم بموضوع بيتعلق بأحد الأبناء أو بمناسبة أو فرحة ممكن تدخل على حياتكم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا التركيز رح يضل على الأمور البيتية والعائلية وهي اللي تقريبا يعني كل اهتماماتك رح تكون على هذا الموضوع خلال هذا اليوم لهي الشؤون الداخلية أهم إشي زي ما حكينا بدون عصبية بدون توبيخ أحبة بدون لومهم بدون مشاكل حاول أنك تكون حمامة السلام اللي ممكن أنك أنت يعني تعمل توفيق ما بين الجميع ممكن تهتم بمناسبة بأحد أفراد العائلة مسألة شخصية ممكن هيكة شوي هيكة تهتم بديكور بتصليحات أو أمور ولكن ابعد عن المشتريات قدر الإمكان وبعد موليد برج السرطان ممكن هيكة يقلق بشأن وضع عائلي برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم عندكم نشاط وحركة واتصالات وسفريات قصيرة وحوارات ونقاشات وبيوسع كل يوم اجتياز امتحان ولكن لا تعتمدوا كثير على الحضود يعني بدك تركز بشكل جيد بامتحاناتك أو بمقابلاتك ممكن اليوم تعززوا العلاقة ما بينك وبين الأحبة عندكم نشاط عاطفي قوي جدا نشاطاتكم على مستوى سيارات أجهزة إلكترونية اتصالات حوارات تجارة رح يكون فيه لقاءات عديدة عندك اليوم أو اتصالات عديدة ممكن ما تهدأ نهائيا حاول أنك تعبر عن آرائك توضوح وصراحة بدون تحديات بدون مشاكل بدون عصبية بدون فرض الرأي وما تترددوا برضو بالتحرك برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا اليوم برضو بيظل مركز على الأمور المالية مثل اليومين اللي مضوا فعشان هيك اليوم بيعطيكم فرص لمكسب مالي بيكون هذا المكسب على الأغلب من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة أو دعم معين أهم إشي أنه انتبهوا من المحتالين يعني بمعنى آخر مش أي شخص يستعطفكم تروحوا إلا أنتوا معطينوا فلوس وهما بيستحق هذا الدعم سهل استغلالكم اليوم فعشان هيك بتكت انتبهوا من هاي النقطة انتبهوا لأموالكم من السرقة أو الضياع ما تبلغوا بمصاريفكم ومراهناتكم المالية أو مؤامراتكم المالية يعني اليوم حاول قدر الإمكان تبعد عن أي شيء العلاقة بالمصاريف حاول أنك تناقش تساوم ترتب فواتير الدفعات تهتم بأمور مالية أمور استشفائية أمور عائلية ولكن بالعقل برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم الأجواء أفضل وأفضل من الأيام الماضية لو أرغم إنه اكتمال القمر عندك هذا بسبب لك نوع من أنواع القلق أو التوتر أو عدم الراحة النفسية بتشعر إنه مش قادر تفرق ما بين تحكم عقلك ولا تحكم عواطفك عشان هيك يسهل جدا اليوم اللي هي مواضيع الغيرة والشك والأوهام والوسواس يشتغلوا في راسك بشكل كبير فبدك تنتبه من هاي النقطة عشان ما تفقد السيطرة ويصير في عندك مشاكل أنت بغنى عنها رغم إنه الطاقة ممتازة وإنت عندك طاقة كبيرة واهتمام الجنس الآخر أو لفت انتباه للجنس الآخر رح يكون مواضح تماما وبتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك على مظهرك نسبة نجاحك بتكون قوية إلا إنه تقلب المزاجهاد رح يسبب لك كثير من الإيرباك خلال هذا اليوم برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا هذا اليوم يوم حساس جدا بالنسبة للكم فبتكون تمشوه بشكل روتيني بدون اتخاذ أي قرارات وبدون مبادرة بأي شيء حاسم وبدون ما تعصبوا وبدون ما تختلقوا المشاكل لأنه سهل استفزازكم وسهل إنكو تثوروا في وجه أي شخص عشان هيك ضبط الأعصاب اليوم تحديدا مطلوب كثير تشعروا من أنواع الوهن التعب الصحي الشعور بالتعب الملل حاولوا تخلدوا للراحة حاولوا فقط إنكو تنجزوا الأشياء الضرورية والمهمة بشكل روتيني أهم شيء ما توقعوا على عقد ما تعصبوا زي ما حكينا ما تبدأوا عمل جديد لأنها هاي فترة فارغة من الحظ حاولوا إنكو تحللوا الأمور بهدوء وتعدوا قدر الإمكان عن الضوضاء وعن المشاكل في ممكن يجيكو خبر من بعيد أو تهتموا بمشاكل أو أشياء اللي ها علاقة بأشخاص خارج البلاد أو بالجامعات والدراسة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتنشطوا اجتماعيا اليوم من لقاء الأصدقاء من تعاونهم معكم ولكن اليوم حساسيتكم عالية ممكن يتصرف أي أحد من الأصدقاء تصرف هذا الشيء يولد عندك انفجار ردة فعل عنيفة جدا حاول قدر حاول قدر الإمكان انك تضبط عصابك في المناسبات الاجتماعية مع الأصدقاء مع المعارف يعني عشان ما تكبر الأمور وما تخسر المعارف أو الأصدقاء أو المعارف على إعلاقة معاهم حاول انك تبحث عن حليف أو تجد حليف يدعمك خلال هاي الفترة حاول انك برضو في نفس اللحظة إذا وجهت لك دعوة ما ترفضها ممكن يجيك بعض الدعم من أحد الأصدقاء أو أحد المعارف يكون مفاجئ بالنسبة لألك برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا هذا اليوم يعتبر يوم جيد للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل وبرضو اللي بيرغبوا بإدخال تغيير على طبيعة عملهم وتعزيز العلاقات مع المسؤولون ولكن بدون ما تفقدوا أعصابكم بدون ما تتغيبوا وتتأخروا عن أعمالكم وتعملوا مشاكل إذا التزمرت بهذا الكلام معناته اليوم في تقدير لجهودك ورح تتسلط عليك الأضواء وممكن تمنح مكافأة أو ترفيع أو ترقي أو أشياء من هذا القبيل وبرضو اليوم بدك تعتبر أنه فيه أنت تحت المجهر ورح تخضع لعدة تجارب مهمة أهم إشي أنك ما تجازف بسمعتك ما تغامر ما تخالف القوانين يعني بدك تكون حذر يعني هو في بعض القلق والتوتر ولكن إجمالاً في بعض المكاسب أيضاً حتى على المستوى العاطفي الأجواء رح تكون مميزة جداً 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 في الأيام القادمة برج الدلو بالنسبة لما أوليد برج الدلو طبعاً اليوم النشاط عالي جداً على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات والسفاريات والعلاقة مع الأجانب أكثر يعني على كل الأشياء حتى على المستوى العاطفي رح تكون مميزة ولكن الاهتمام الأكثر فرحة في البيت مناسبة لها علاقة بالعائلة أو خبر ملفت للانتباه واللي بيشتغلوا في مجال العقارات أو اللي بيشتغلوا في مجال البيوت هم رح يكونوا مميزين بالفترة هاي بشكل كبير الأجواء جيدة على كل المستويات زي ما حكينا في مصالحة في فرحة في أشياء إيجابية فعشان هيك لازم تتحرك بكل الاتجاهات عشان تحصد من هاي الفترة أكثر إشي يكون لصالحك برج الحود بالنسبة لما وليد برج الحود طبعا رح يظل التركيز على الأمور المالية المشتركة اللي هي شراكة عمل شراكة بنك شراكة زوج شراكة أي مال مشترك حتى الورثة والضريبة والتأمين هاي أموال مشتركة رح تهتم فيها ممكن تجد بعض الحلول رح تكون عندك اتصالات عديدة حتى على المستوى العاطفي ورح يدعمك هذا الأمر بشكل كبير كان عاطفيا على مستوى التجارة على مستوى التنقلات والاتصالات قدرة الإقناع ممكن تجيك أخبار يعني أو تحل مسائل كان صعب إنها تنحل بالفترة الماضية اليوم رح تجد حلول كثير لهذا الموضوع فعشان هيك لازم تستغل هذا اليوم بكل طاقتك عشان تحصل مكاسب وتنهي أوضاع كنت قلقان أو كانت مربكيتك وخصوصا إلا علاقة بالوضع المالي طبعا أنا خلصت يعني تقريبا نقدر نحكي قربة النص ساعة إلي ببرم يعني والله يعني لايك يعني لايك أقل إشي لايك كومنت ديس لايك سبوا علي يا جماعة الخير أي إشي أي إشي يعني عملوا أي إشي أي حركة يعني أي نشاط يا 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 هيدول طبعا اللي في الأردن وفلسطين بيعرفوا شو يعني هاي الكلمتين اللي أنا حكيتهم النوع من أنواع الترجي لا أعمل أنا ما بترجي حد هذه نوع من أنواع الهزارة عندي هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر